كرحالة وجائن لا يتوقف يجول مدن ومناطق وادي حضرموت للبحث عن المجوهرات الفضية وجمعها والاحتفاظ بها في متحفه المنزلي المخصص لحفظ هذا الموروث من الاندثار متحف بات أشهر من نار على علم في مدينة سيئون ووجهة للمهتمين بمعرفة التراث والمجوهرات الفضية التي يعكف عليها حسن باحشوان على جمعها والإلمام بتفاصيلها وأنواعها وكل ما يتصل بها عملنا هذا المركز من أجل أن معرفة الزوار القادمين إلى حضرموت بالقطاع الفضية الحضرمية وكيف تصنع هذا القطاع الفضية لأنه تحتوي المركز يحتوي على قطاع فضية من جميع مناطق حضرموت ويظن الأدوات القديمة التي تصنع هذه الفضة قبل ظهور الغاز قديما وحده الشغف بهذه المجوهرات والكنوز من قاد باحشوان لتكريس سنوات من جهده ووقته في سبيل هذه المهمة حتى كون هذا المعرض الذي يحكي تاريخا وهوية وعراقة وموروثا تليد للزوار سواء كان الأجانب أو المحليين أو الشخصيات أو المهتمين بالجانب التراث طبعا زارونا أهم الزوار طبعا زارنا وزير الثقافة زارنا السفير الصيني زارنا السفير التركي زارونا جانب من دول الأوروبية زارونا كثير من الشخصيات أيضا مبعوث الدولي للسلام زارنا طبعا هذا أهم زوار كثير يعني زوار زارونا بإضافة إلى الناس المهتمين الكنوات الفضائية الصحفيين معرض باحشوان الذي يحوي مجموعة من المجوهرات والقطع الفضية التي تتنوع بين الحل التقليدية والأدوات المنزلية والأواني التي كانت تستخدم قديما المعرض لم يقتصر على جمع وعرض الفضيات والقطع النادرة والاحتفاظ بها فحسب بل عرضها بطريقة مميزة تسمع للزوار بالتعرف على تفاصيلها وجمالياتها زائرون ومهتمون كثر يأتون لزيارة معرض باحشوان والتعرف على التراث والتقاط الصور التذكارية مع قطعه النادرة وسط إشادات بجهوده في حفظ هذا الإرث وتوفيقه للأجيال القادمة بالنسبة للمشاركات محلية مهرجان صيف صنعاء في 2014 أيضا مهرجان في المكلة بناسبة زيارة وفد صاحفيين أوروبي أمريكي أيضا أهم شاركة في عام 2011 في زيارة الولايات المتحدة الأمريكية عملت معرض لصناعة الفضة في حضربوت طبعا أمنيتي أننا نقوم نقل هذا المركز إلى موقع آخر ليصبح مفتوح لكل زوار يرجو من الجهات المعنية التعاون معي بتوفير موقع لنقل هذا طبعا هذا جهر كله خاص بينا فكرة إنشاء معارض في البيوت للمحافظة على الموروث الشعبي تعد مبادرة فريدة تعكس مدى الوعي والمسؤولية بالمحافظة على هذا الموروث في سنوات الضياع والاندثار والحرب فهمي بارماده قناة سهيل سيئون